بذل المرشحان الجمهوري والديمقراطية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى الثلاثاء في الولايات المتحدة جهودا شاقا الجمعة لإقناع آخر المترددين وجذب الناخبين للفوز في الاقتراع الذي سيشهد منافسة حامية واستهدف دونالد ترامب وهيلاري كلينتون الولايات الأساسية التي زار كل منهما ثلاثة منها من أجل الحصول على مزيد من الأصوات وسط الفوضى في استطلاعات الرأي التي تصدر نتائج متناقضة أحيانا لكن الفارق بينهما ضئيل جدا على كل حال ويبلغ نقطتين وأربعة أعشار وفق معدل الاستطلاعات لموقع ريل كلير بوليتيكس وبعدما أنضت الأيام الأخيرة في إدانة ما وصفته تمييزا ضد النساء والتعصب وعدم استعداد الملياردير للرئاسة هاجمت وزيرة الخارجية السابقة ماضي ترامب كرجل أعمال وقطب عقارات ورؤيته التي وصفتها بالقاطمة لأمريكا هل نريد رئيسا؟ قال مرارا إن حياة السود لا ترتبط سوى بالجريمة والفقر واليأس ليس لديه أي فكرة عن قدرة كنيسة السود وحيوية الشركات التي يملكها السود والتمييز التاريخي لكليات السود وجامعاتهم أما ترامب فقد أمضى جزءا من نهاره على متن طائرة البوينغ التي يملكها ليجوب ثلاث ولايات تشهد منافسة حامية جدا في نيوهامشاير وأهايو وبنسلفانيا وقد سخر ترامب من دعم المشاهير لحملة كلينتون سنفوز في بنسلفانيا بفارق كبير في الواقع لم أكن بحاجة لجلب جانيفر لوبيز أو جايزي جئت بمفردي واستغل ترامب الذي يشعر بالارتياح لصعوده مجددا في الاستطلاع ويتوقع مفاجأة يوم الاقتراع إطلاق تحقيق الـ FBI حول الرسائل الإلكترونية لكلينتون مجددا ليشكك في قدرتها على تولي مهام الرئاسة